بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع لواحدة السبعة قياس الأداء في المحاضرات السابقة استخدمنا طرق تعتمد على السوق والآن طرق تعتمد على التكلفة الـ Cost-Based Transfer Prices يعتمد تسهير التحويلات الداخلية في هذه الطرق على التكلفة سواء كانت فعلية أو معيارية أو معدلة أولا طريقة التكلفة الفعلية ويقصد بها التكلفة الكلية وهي أكثر طرق شيوعا واستخداما خاصة في ظل عدم وجود أسعار السوق يبقى نستخدم التكلفة دي إمتى في حالة عدم وجود سلع مماثلة أو شابيه في السوق أو ما لقيتش سلع مماثلة أو شابيه في السوق غصبا عننا نروح لمين نصعر بالتكلفة في الحالة دي سعر التحويل للوحدة بيساوي التكلفة الكلية للوحدة ثانيا طريقة التكلفة المايارية Standard Cost Method وتعدى أساسا فعالا وعادلا ده ليه مين؟ المايارية تعدى أساسا فعالا وعادلا في تحديد أسعار التحويل ليه؟ لأنها تعكس كفاءة القسم البائع كما هي تحفز القسم المشتري على العمل بكفاءة عالية فضلا عن الحد من تحقيق القسم البائع لأرباح مغالى فيها بسبب عدم كفاءته في الحال دي سعر التحويل للوحدة بيساوي التكلفة المايارية للوحدة ثالثا طريقة التكلفة المعدلة سواء فعالية أو مايرا Just Cost Method وتقوم هذه الطريقة إما على استخدام نموذج التكلفة المعلاة أما قلنا نموذج التكلفة هنا بس طبعا معلاة يعني إضافة قدر أو نسبة لها التكلفة اللي هي الكلية المقصودة هنا بالكلية أو استخدام جزء منها اللي هي التكلفة الجزية كاستخدام التكلفة المتغيرة كسعر تحويل فالحادي سعر التحويل للوحدة بيساوي التكلفة الكلية للوحدة زائد كذا في المية منها حسب النسبة بقى 10 في المية 20 في المية زي ما يقول سعر التحويل للوحدة بيساوي التكلفة المعيارية يعني كلية لها فعالية أو معيارية للوحدة زائد كذا في المئة منها سعر التحويل للوحدة يساوي التكلفة المتغيرة بدأ جزء بقى دي جزئية للوحدة زائد كذا في المئة منها سعر التحويل للوحدة يساوي التكلفة المتغيرة المعيرية يعني يشتغل كلية كلية هنا فعلية يشتغل معيرية ممكن فيه كمان طريقة أخرى سعر التحويل للوحدة يساوي مواد مباشرة للوحدة زائد أجور مباشرة للوحدة امتى الاتنين دول مع بعض اسمهم التكلفة الأولية التكلفة الأولية اللي هي مواد مباشرة زائد أجور مباشرة يا كده فقط يا إمن دول زائد برضو كذا في المية منها أي 10% 20% 15% أي حاجة في المية